ما زلنا نتحدث في الفصل الأول وننتقل إلى الجزء ثانياً مستخدمي المعلومات المحاسبية بعدما يقوم نظام المعلومات المحاسبية بإنتاج المعلومات فإن هذه المعلومات يجب أن تقدم إلى من يستفيد أو يستخدم هذه المعلومات في اتخاذ مجموعة من القرارات لذلك بنجد أن هناك العديد من الأطراف التي تستخدم المعلومات المحاسبية وبصفة عامة يمكن تقسيم هذه الأطراف إلى مجموعتين مجموعة المستخدمين الداخليين ومجموعة المستخدمين الخارجيين ونقصد بالداخلين أو الخارجيين من وجهة نظر المنشأة هل هم هؤلاء المستخدمين موجودين داخل الوحدة أم خارج الوحدة؟ فإذا كانوا داخل الوحدة فبنقول عليهم المستخدمين الداخليين للمعلومات المحاسبية أما إذا كانوا من خارج الوحدة بنقول عليهم المستخدمين الخارجيين للمعلومات المحاسبية المستخدمين الداخليين اللي هم الـ Internal Users of accounting information بينما ان المستخدمين الخارجيين بنقول عليهم External Users of accounting information نبتدي نشوف كده مين هم المستخدمين الداخليين هم بصفة عامة اللي هم الـ Internal Users of accounting information هم الأفراد المتواجدون داخل الوحدة الاقتصادية يأما لأنهم بيدروها لهم المديرين أو تنفيذ بعض المهام والأنشطة المختلفة التي تتم داخل هذه الوحدة الاقتصادية وهم دولا من اللي احنا بنقول عليهم الموظفين أو العمال طيب عندنا هوت زي ما قلنا إدارة الوحدة للمانجمنت اللي هم الأفراد الموجودين داخل الوحدة علشان يعملوا عملية الإدارة أو اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الوحدة الاقتصادية هؤلاء يحتاجون إلى المعلومات التي تمكنهم من إدارة الوحدة بشكل سليم وهنا نقصد بالإدارة اللي هي التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات بصفة عامة فكل هذه العناصر تتم من خلال استخدام المعلومات طبعا الإدارة تستخدم أنواع كثيرة من المعلومات من ضمنها المعلومات المحاسبية أو المعلومات المالية بالإضافة إلى معلومات أخرى وذلك من خلال نظام اتخاذ القرار اللي احنا عشرنا إليه قبل ذلك كذلك نجد البرسونيل العاملون بالوحدة اللي هم الأفراد بقاء اللي بيقوموا بتنفيذ المهم والأنشطة المختلفة داخل الوحدة الاقتصادية وهؤلاء يحتاجون هتلاحظوا أننا بنتكلم دايما هنا في هذه الجزئية على المعلومات وأن هناك أطراف وكل طرف لديه احتياج لنوع معين من المعلومات فهؤلاء نسأل نفسنا هيحتاجوا معلومات عن إيه هنجد أنهم بيحتاجوا معلومات عن المرتبات وكذلك عن مدى الاستمرارية في العمل إذا كانت الوحدة زاد أداء اقتصادي جيد فهناك أمل في الاستمرار في العمل والعكس بالعكس دولا المستخدمين الداخليين للمعلومات المحاسبية النوع الثاني بقى ويسمى بالمستخدمون الخارجيون للمعلومات المحاسبية External Users of Accounting Information دولا طبعا هم أطراف لا يشتركون بشكل مباشر في عملية إدارة الوحدة وإنما هم أطراف قد يتخذوا قرارات عن الوحدة أو مترتبط بهذه الوحدة وبالتالي هم موجودين من خارج الوحدة لكن لهم ارتباط بهذه الوحدة نأخذ على ذلك طبعا أمثلة ليه لأن هؤلاء المستخدمون الخارجيون كثيرون ويصعب عادة أن نحن نحصرهم جميعا فبنأخذ بعض الأمثلة عن هؤلاء المستخدمون الخارجيون وبنتناول ما هي نوعية المعلومات التي يحتاج إليها كل نوع من هؤلاء المستخدمون الخارجيون نجد أصحاب المنشأة أو الملاك يعني الجزئية ديت بتحدث أن يكون في حالة انفصال بين إدارة الوحدة وبين الملاك إذا كان عندنا وحدة اقتصادية ولها ملاك هؤلاء الملاك فوضوا أفراد آخرين لإدارة الوحدة يعتبروا ليهم ارتباط بالوحدة بأن هم أصلا هم اللي بيمتلكوا هذه الوحدة لكن هم لا يشتركوا في إدارة هذه الوحدة وبالتالي هم يحتاجون إلى معلومات يا طرأ إيه هي نوعية المعلومات اللي هم هيحتاجوها هم طبعا هيحتاجوا معلومات في المقام الأول للتعرف على مدى نجاح الأعمال التي تخصهم والتي تمثلها الوحدة الاقتصادية الخاصة بهم وبالتالي هم يحتاجون إلى معلومات هل هذه الوحدة تمارس نشاطها بشكل جيد وبالتالي تحقق نجاح كما هم يتوقعوا أم لا كذلك يحتاجون إلى معلومات تمكنهم من قياس كفاءة الأفراد الذين يقومون بإدارة الوحدة وهل يجب السمح لهم بالاستمرار أم تغييرهم أم ما شابه ذلك أم ممكن نكافئهم إذا كانوا يؤدون أعمالهم بشكل جيد وما شابه ذلك كذلك يحتاجون إلى معلومات يساعدهم في اتخاذ القرارات اللي هي ممكن تكون زيادة أو تخفيض للإستثمارات الخاصة بهم يعني هما بيكونوا فيهم أموال داخل الوحدة إذا كانت هذه الوحدة تمارس نشاطها بشكل جيد فربما يقوموا بزيادة أموالهم داخل هذه الوحدة والعكس بالعكس يحدث ذلك في حالة انفصال الملكية عن الإدارة وعادة يحدث ذلك عادة في الشركات أكثر منه في مجال المنشآت لأن احنا قلنا بنتحدث بصفة عامة عن المنشآت التي يمتلكها الأفراد لكن في هذه الجزئية إذا كنا هنتكلم عن ملاك وهم منفصلين عن الإدارة فهذا عادة موجود أكثر في مجال الشركات نشوف مستخدم آخر من المستخدمين الخارجيون اللي هما عندنا المستثمرون المحتملون potential investors دولا أفراد لديهم أموال لكنهم لم يستثمروا بعد في الوحدة وبرضو هنا الوحدة هتبقى أكثر انطباقا على الشركة أكثر من المنشآت الشركة عادة بيقسم الأموال التي توجد داخل هذه الشركة إلى أجزاء متساوية بيسمى كل جزء منها سهم ومن يمتلك الأسهم بيسمى مستثمر أو مساهم فهؤلاء أفراد لديهم أموال ولكنهم يفكرون في استثمار أموالهم فما الذي يجعلهم يستثمرون في شركة معينة دون أخرى فهم يحتاجوا معلومات تساعدهم في أنهم يتخذوا هذا القرار فهذه المعلومات مثل حجم العائد المتوقع على استثماراتهم فكلما كان هذا العائد أكبر لدى شركة معينة كلما كان ذلك دافعا لهؤلاء المستثمرون لاستثمار أموالهم داخل هذه الشركة وكذلك أيضا يحتاجون إلى معلومات عن كفاءة إدارة المنشآة يبقى دوء النوع الثاني عندنا من المستخدمون الخارجيون للمعلومات المحاسبية نجد أيضا الطرف آخر يتعامل مع المنشآة ويسمى المقرضون ليندرز وهؤلاء هم الذين يقدمون قروضا للمنشآة وبالتالي فهم أيضا يحتاجون إلى المعلومات هذه المعلومات يتم الاحتياج إليها قبل تقديم القرض إلى المنشآة وبعد تقديم القرض إلى المنشآة في كل الأحوال المقرض يحتاج أن يتتوافر لديه معلومات تساعده في التأكد من مدى قدرة المنشآة على سداد الأموال التي تقترضها أو أموال القرض أيضا هؤلاء يحتاجون إلى معلومات وبنقول بصفة عامة أن المحاسبة توفر جزء من هذه المعلومات لدينا أيضا الموردون وهؤلاء هم الذين يبيعون بضاعة إلى المنشآة عادة بالأجل هؤلاء يتشبهون مع المقرضون ولكن الاختلاف أن المقرض يقدم أموال بينما أن المورد يقدم سلع أو بضائع وكل الأثنين يحتاجون إلى تحصيل هذه المبالغ في المستقبل وكلهما يحتاج إلى معلومات عن مدى قدرة المنشآة على سداد المبالغ التي تدين بها لهم وكذلك لدينا الموردون يحتاجون إلى المعلومات التي تساعدهم في اتخاذ القرار من إذا كانوا يستمروا بالتوريد أو البيع لهذه المنشآة أم التوقف عن التعامل معها لدينا أيضا الأجهزة الحكومية وطبعا هؤلاء نخذ عليهم مثال مثل مصلحة الزكاة والدخل وكذلك وزارة المالية ووزارة التجارة كل هذه تمثل جهات حكومية هذه الجهات تحتاج إلى معلومات نازلنا نتحدث ونذكر الاحتياج إلى المعلومات هذه المعلومات تساعد في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات ليس على مستوى الشركة أو المنشآة أو الوحدة وإنما يكون على المستوى القومي أو على مستوى الدولة تكل مثل جباية الزكاة وفرض الضرائب وما شابه ذلك والتخطيط على مستوى القومي نجد بعد ذلك العملاء كاستومرز وهؤلاء أيضا يحتاجون إلى معلومات لتساعدهم في تحديد مدى إمكانية استمرار التعامل مع المنشآة والشراء منها لما يحتاجونه من بضائع أم يتوقفوا عن التعامل معها والبحث عن منشآة أخرى للتعامل معها لدينا أيضا وفي النهاية جنرال بابليك اللي هو الرأي العام الأفراد بقى اللي موجودين في المجتمع بصفة عامة من ضمنهم على سبيل المثال الخبراء والمستشارون أو المحللون الماليون والاقتصاديون ولكل فئة طبعا لها أهداف من استخدام المعلومات المحاسبية بصفة عامة كل هؤلاء الأطراف يمثلون مستخدمي المعلومات المحاسبية ترجمة نانسي قنقر